السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقيت الكومنت ده في وسط الكومنت كده وفي ناس تصير ردة بتقول احنا مش عارفين احنا تايهين هو ايه اللي الطفل المفروض يكون عارفه في KG2 هقولك على حاجة على فكرة انا رديت على الكومنت ده قبل كده ورديت على يعني مش نفس وليت الامر بس انا رديت قبل كده بس بما انه سؤال بيتكرر فانا قلتها هقول تاني ركزوا كده معايا لو طفلك مش متأسس بلاش تدينه المنهج وبلاش تضغط عليه ان هو يحفظ الكلمات لان انت كده زي ما يكون واحد لسه مش بيعرف يكره وتقولينه خد اكرق لي ده وحفظ لي ده فده بيبقى ضغطي كبير جدا على الطفل وكمان على ولية الامر ان هي بتحس ان هو ايه هو ابني كده مش نافع بقى بيقولوا كده ابني مش نافع ومش عارف يذاكر ولا اي حاجة فاحنا واحدة واحدة كده ان احنا لازم نأسس الطفل صح معنى ايه بالتأسيس المعنى الحرفي للتأسيس ايه ان هو الطفل لازم يكرق اي كلمة تقف قدامه اي كلمة يشوفها اي كلمة تبقى موجودة في المنهج بتاعه يحاول يكرقها هتقوليلي في كلمات بتبقى الحروف فيها silent طب في كلمات بتبقى النقط غير الكتابة او كده الحاجات دي اوكي هيعرفها مع الوقت practice makes you perfect practice makes you perfect يعني الممارسة هتخلي اي حد في الدنيا يكون احسن حاجة بإذن الله معنى كده ان طفلك لازم يكون متأسس يعني واخد sounds يعني واخد sounds of the letter يعني لو انا وريته letter H و قلتلو what is the sound of this letter يقولي for example يعني لو كتبتلو كلمة زي كلمة at يعود ينطقها مش يقولي انا عارفها كباعة يعني ايه ويعود يفتكر لأ at hat معنى كده ان الطفل لازم ياخد sounds لازم يعرف يعني evals او noticates او الحروف الشائية ولازم يقرأ كلمة من ثلاث حروف ده ايه كي يديدو لو طفل خمس سنين ماشي هتقول ليه طب ابني لسه في الحرف السادس هقولك عادي جدا طالما انت بدأتي يبقى مفيش مشكلة من الموضوع هل كده ابنك متأخر لأ طالما انت ماشية ومستمرة في الموضوع عادي كل طفل غير التاني في طفل يقعد في الحروف مثلا شهر في طفل يقعد في الحروف شهرين بس ها ما حاجة نقسس صح علشان ما يجليش بعد كده حدف قولي عدادي حدف تاني عداد يقولي ايه انا مش عارف اقرأ دي بتبقى مشكلة كبيرة حدف خمسة ابتدائي مش عارف ينطق الحروف حدف رابعة الكلمات تقيلة عليه ما هو عشان الطفل مش بيساعد نفسه في التأسيس احنا الكامنت ده انا قلت ارد عليه لاني لقيت كذا وليه امر رادت على الكامنت ده بيقولي احنا كلنا تايهين ومش عارفين حاجة فلا ماتفيش ولا اي حاجة لو ابنك في KG2 طب لو ابنك متأسس ديله المنهج عادي انه هو يكون عنده حصيلة كويسة من الكلمات لكن لو ابنك مش متأسس انصحك قبل ما يدخل بريد 1 نأسسه احسن النصيحة الاولى والاخيرة التأسيس بس كي باي احنا نزول